الفيديو رقم عشرة من سلسلة خد بالك يا عزيزي الحتة دي انجليزي تعرف ان انت ممكن تستخدم كلمة could في زمن الماضي والمضارع والمستقبل لو عايز تستخدم كلمة could في زمن الماضي هتبقى بتعبر عن قدرة عامة حاجة كنت بتعرف تعملها في الماضي يعني لو قلت هو استطاع انه يقرأ في عمر الرابعة دي ده قدرة عامة هو عارف يعمل حاجة انا عرفت او استطعت ان انا اركب خيول خلاص دي قدرة عامة في الماضي لو عايز بقى تستخدمها في زمن المضارع مش هتعبر عن قدرة هتعبر عن اقتراح او طلب مؤدب لو قلتلك could you open that door ممكن بعد اذنك هل في استطعتك انك تفتح الباب ده ممكن تفتح الباب ده could i use your pen could i use your pen ممكن استخدم قلمك دي بتقوللي على حاجة اكثر تقدبا حاجة مؤدبة لو جاتلي بقى في المستقبل مش هتعبر على قدرة ولا هتعبر على طلب مؤدب دي هتعبر عن احتمال ممكن اقول he could come tomorrow هو ممكن يجي بكرة كده بقت معناها ممكن هو احتمال يجي بكرة she could go by taxi هي ممكن تروح بالتاكسي بتعبر عن احتمال يبقى could لها الثلاث استخدامات استطاعة في ماضي قدرة عامة في ماضي طلب مؤدب او اقتراح في مدارع احتمال في مستعبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر